عدنا مجدداً نقدم إليكم الشباب الحاضرين معنا هنا في البلاطو معنا نور الدين ومريا وفتيحة وأحمد أمين وإلياس نتبادل ونتناقش معاً الأفكار المتعلقة بهذه المعضلة الخطيرة معضلة الكذب نطرح عليكم السؤال الأول إلى أي مدى يمكن لأحدنا أن يتماد في الكذب؟ وهل هناك حد ينبغي أن يقف عنده ويقر بالحقيقة؟ قول الحقيقة هو أفضل حل عندما نقع في المواقف الحارجة أيضاً عندما نكذب للمرة الأولى فإننا لا شك سنطر إلى الكذب المرات التالية حتى نغطي على كذبنا الأول وتدريجياً تتفاقم وتتعاذم مشكلة مثل كرة الثلج مما يجعلها فيما بعد مستعصرة الحل نعم من خلال المشهد التمثيلي الذي رأيناه رأينا أن فريداً غش في ملف اختباره وغش في ملف الامتحان ليهم والديه بأنه تحصل على أحسن النقاط في الامتحان ماذا يمكن أن يقع إذا لم يعترف طبعاً فريد إذا لم يعترف بالحقيقة؟ من الواضح أن والديه سيتحريان في الأمر لا لأنهما لا يتقن في ابنهما لكن في الحقيقة شعروا بأمر غريب والكذب عمره قصير والكاذب عادة سيفضح نفسه بنفسه وذلك من خلال تعابير وجهه ولحن صوته ومن المؤكد أن الولدين سيمضي الوقت واكتشفان الحقيقة فلو أن ابنهما صرح بالأمر أي أنه اجتهد ولم يحصل على نقاط جيدة لكان الخطب أهوان وإذا اكتشف والده الحقيقة فإن ذلك سيؤدي إلى أن يفقد ثقة فيه ولن يصدقوه مرة ثانية وهذا شيء خطير لأن من أهم خصال العلاقات هي ثقة وثقة شيء يبنى بتدريج وينال مع الزمن وثقة شيء يبنى ولا ينال مجانا لأنه ليس شيء فطريا وإنه شيء يستحق وينال بطول التربية وثقة شيء تحتاج إلى أن يكون الإنسان بها جديرا وبالطبع إذا كشف أمره فإن الصيارة ستطير إن ذلك سيغدو محرجا بالنسبة لوالدي خاصة أنهما سأل الصحافة وسأل المدرسة بغية الوقوف على الحقيقة ليس كذلك؟ ستقف المدرسة عن الحقيقة ومجلس الأسدد والجميع سيعلم أن ذلك الطالب قد زور الشهادة وغير النقاط وبذلك سيقع في موقف محرج وسيذكرونه دائما أنه ذلك الشاب الكاذب والغشاش يمكن إذن أن تصبح لديه مشاكل حتى مع المدرسة؟ هذا مؤكد قد يؤدي به الأمر إلى حد طرده من الدرسة ماذا تظنون يحصل لو أنه واجه والديه بقوله عفوا أعلم أن الخبر لن يسركم أخذت نقاطا رديئة في الاختبار واستعد لفقدان بعض المكاسب منها السيارة التي وعده بها أبوه وكذلك الأصحاب ما رأيكم؟ ماذا سيحدث لو أنه قال الحق؟ كل مكان سيفقده هو سيارة ولكن باللجوء إلى الكذب سيفقد السيارة وثقة الآخرين وحتى تقديره لنفسه هذا كثير ربما ويمكن أيضا كما قال زميلي أن يطرد من المدرسة وهذا سيشكل له عواقب وخيمة في المستقبل كل هذا مع العلم أن والديه سيتقبل الاعتراف بأنه قام بتزوير الأوراق ومهما يحصل معهما فسيكون الأمر أهون من أن يتماد في الكذب فلو أنه اعترف بأنه قام بتزوير الأوراق قبل أن يتصلا بالمدرسة والصحافة لكان الأمر أهون إن الهدف من التربية ليس العقاب طبعا فلو أنه اعترف بالحقيقة وبأن نقاطه كانت متدنية وضعيفة فهل تظنون أنهما سيساعدانه على التغلب على هذه المحنة ويحصل بعد ذلك على مستوى أعلى في هذه النقطة يتعلق الأمر بسبب تدني نقاطه فإذا كان السبب أنه كان يتقاعس عن العمل ويؤدي واجباته المنزلية فهو يستحق العقابة وأن تنزع منه هذه السيارة لكن إذا كان يعمل بجد ولم يأل جهدا وإلا أنه لم يكن يستوعب الدروس فعلى الأغلب أن والديه سيتقبلان الأمر وسيساعدانه إنهما يرغبان حتما في نجاحه وإذلك لابد منهما أن يجد له طريقة أستاذا إضافيا أو زميلا في المدى سيساعدها أو شيئا من ذلك القبيل شكرا أصدقائي قبل أن نواصل الحديث مع هذه المعضلة الخطيرة معضلة الكذب نتابع وإياكم هذه المواقف من السيرة وهذه الأحاديث النبوية وبعد ذلك نعود إليكم تابعوا معنا أعزائنا المشاهدين لا شك أن الكذب خصلة دميمة وعمل مردول ينتشر مع الأسف في أوساط الناس ويشيء في كثير من منتدياتهم ومجالسهم ويكتر في علاقاتهم ومعاق تعاملاتهم وقل من يسلم منه صغيرا أو كبيرا والناس فيه ما بين مقل ومستكتر إلا من رحم ربك وقليل ماهم والآيات والأحاديث التي تحذر من مغبة الوقوع في آفة الكذب وترغب بالمقابل في خصلة الصدق كثيرة من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّا الْكَادِبِينَ صدق الله الرظيم وقوله تعالى كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فأولئك هم الكاذبون صدق الله الرظيم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحر صدقه حتى يكتب عند الله صدقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذبا ولقد حدى الرسول صلى الله عليه وسلم على طيب القول وحدر من الكذب والاختلاق وقال فيما قال بإسماطية الرجل زعموا لأن الزعم ليس قائما على الصدق أو اليقين وتطلعنا كتب السيرة على قصة رائعة لثلاثة نفر من الصحابة ورد ذكرهم في القرآن الكريم امتدحهم الله تعالى وخلد ذكرهم في كتابه العزيز بعد أن محص الله إيمانهم وابتلاهم في امتحان صعب عسير اختبر فيه مدى صدقهم والتزامهم بالحق وهؤلاء نفرهم كاب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أبي أمية فقد تخلف هؤلاء الصحابة الثلاثة عن نداء رسول الله لهم بالخروج للجهد في غزوة تابوك وكانت في زمن الحر والشدة ولكن رغم فداحة الذنب وعظمته تجوز الله عنهم وغفر لهم ذنبهم لأنهم كانوا صديقين مع أنفسهم ومع رسول الله لم يخادعوه ولم يأتوا بأعدار كاذبة بل صدقوه واحترفوا بتخلفهم ولجوا إلى الله تائبين مستغفرين فتاب الله عليهم ولندع أحدهم هو كعب بن مالك يسرل لنا ملخصا لهذه المهنة قال كعب رضي الله عنه غزى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت التمار فتجهز الرسول صلى الله عليه وسلم وتجهز المسلمون معه ولم أتجهز وأقول في نفسي سألحق بهم حتى إذا خرجوا ظننت أنني مدركهم وليتني فعلت فلما انفرط الأمر أصبحت وحدي في المدينة لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أي مشهورا به أو رجلا ممن عدر الله من الضعفاء فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد راجعا من غزوة تبوك حضرني الفزع فجعلت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخط رسول الله وأستعين على ذلك بكل ديرأي من أهلي فلما دن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة زال عني الباطل وعلمت أني لا أنجو منه إلا بالصدق فأجمعت أن أصدقه فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة بدأ بالمسجد وجلس للناس وجاء المخلفون وجعلوا يحتذرون له ويحلفون فيقبل منهم ضواهرهم ويستغفر لهم وكانوا بضعا وثمانين رجلا فجئت وسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب فقال لي ما خلفك قلت يا رسول الله والله لو جلس إلى غيرك من أهل الدنيا لخرجوا من سخطه بعذر ولقد أعطيته من جدل والله ما كان لي عذرا حين تخلفت عنك فقال رسول الله أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فخرجت من عنده فلحقني بعض أهلي يلمونني على أني لم أعتدر ويستغفر لي رسول الله حتى هممت أن أرجع عن صدقي فسألت هل قال أحد بمثل ما قد فذكروا لرجلين صالحين مرارة بن الربيع وهلال بن أبي أمية وكان لي فيهما أسوى ثم إن رسول الله نهى عن محادثتنا نحن الثلاثة فاشتنبنا الناس وتغيروا لنا فتنكرت لي نفسي والأرض أما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيتيهما أما أنا فأصلي مع المسلمين وأطوف الأسواق ولا يكلموني أحد حتى أقاربي وبينما أنا في هذه الحال إذ جاءت رسالة من ملك غسان يقول لي الحق بنا أن نواسيك بعدما هجرك صاحبك قلت هذا من البلاء أيضا فحرقت الرسالة ولما مضت أربعون ليلة إذ رسول من النبي يأمرني باعتسال مرأتي فقلت الحقي بأهلك وكان الأمر باعتسال النساء لصاحبي أيضا ولما مضت خمسون ليلة أدنا الله بالفرج وجاءت التوبة قال كعب فما أنعم الله علي بنعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله يومئذ والله ما أعلم أحدا ابتلاه الله بصدق الحديث بمثل ما ابتلاني والآيات التي نزلت في توبتهم هي قوله تعالى بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وهكذا أزاح الله هذه الغشاوة المحزنة عن هؤلاء النفر الثلاثة بعدما كادوا يقعون في الهلاك بسبب تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاقت عليهم الأرض رغم رحابتها وذاقت عليهم أنفسهم فعالموا أن الملجأ إلى الله لا يتم إلا بالصدق والعودة إليه والبعد عن الكذب فاستجاب الله لهم وغفر زلتهم عدنا إليكم مجددا في رأيكم ما الذي يلجئ المرأة إلى الكذب؟ أظنه الكسب الشخصي فهناك دائما أمور نرغب في الحصول عليها ودائما نريد أن نسلك الدربة الممهد أي الدربة السهل ونعتقد أن بالكذب سنصل إلى ما نريد وفي الحقيقة نحن نضر أنفسنا فقط كما أن هناك ضغط كبير للحصول عن اللجاح ولنين لقات جيدة في الاختبار والامتحانات ونحن أيضا كثيرا ما نقارئ أنفسنا بأصدقائنا الذين يتحصلون على علامات جيدة فلو أننا قمنا بجهد كبير ولا نتحصل إلا على نقاط متوسطة أو نقاط دنيا ليست في المستوى كنا سنصاب بإحباط وخيبة أمل ومنها نكتشف أن هناك طريقة سهلة للظهور بمظهر متفوق ناجح ألا وهي الغش؟ وقد قال الشاعر الحكيم لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعله السوء أو من قلة الأدب شكرا ما رأيك أحمد أمين؟ لضعف وزع الدين والأخلاق دورا مهم في تساهل المرء مع الكذب ولقوله سبحانه وتعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم نعم وهذا بالنسبة للذين يألفون الكذب ويستمرئونه ويجعلونه منهجاً في التعامل مع الآخرين لذلك يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واضح أنه بالنسبة لفريد كان الكذب حلاً له على المدى القصير طبعاً كيف تستطيعون مقاومة الرغبة في الكذب؟ هذه الرغبة العارمة التي تنتبو الإنسان أحياناً في ظروف مماثلة كالظرف الذي رأينا فيه فريد يجب علينا تذكر أن الكذب قد يضر بمن حولنا حتماً إننا نسعى لكسب امتيازات لا نستحقها أو لنهيم الناس بأمور لم تقع قطوه وهذا فقط لنحصل على أشياء نريدها وعلينا أن نتذكر أن الكذبة مهما طال مداها فإن في نهاية الأمر لابد أن تفضح ومثل ما قال الشاعر ومهما تكن عند مرء من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمين كلام موزون جميل ما رأيك مريا فيما تفضلت به زميلتك؟ نعم أؤيد كلام زميلة فاتحة فهذه حقيقة معروفة أن الكذب لابد أنه سيفتضح وأن الحقيقة لابد وأنه ظاهر لذا علينا دائما أن نتفكر قبل أن نقبل على هذه الخطيئة إن صح التعبير إذ دائما ما ينجر عن الكذب عواقب وخيمة وسيئة جدا كما أن الأصدقاء من حولك بمجرد أن يكتشفوا أنك كذب أو غشاش فسوف ينفصلون عنك وينفضون عنك ففارد مثلا لو انفضل عنه أصحابه وفقدوا فيه الثقة بمجرد اكتشافهم أنه غشاش فإنه لن يحتاج إلى السيارة أصلا فما الجدو من السيارة بدون أصدقاء وكما أن الشخص لو قام بجهد وحضر تحذيرا جيدا لإمتحانات ثم ظهرت النتائج فوجد أن نتائجه مرضية كان سيشعر بعتزاز نفسه وافتخاره ذلك لأنه كان من عماله الخاص على عكس أنه لو قام بالغش أثناء الامتحان ثم وجد نفسه أنه حصل على نتائج جيدة كان سيحخر نفسه ويلومها وما أعظم الفرق حينما يكون المرء في راحة نفسية وحينما يكون ويحتقر نفسه ويلومها آه إذن سيكون عندك تقدير للذات واحترام للنفس كنتيجة لبعدك عن الكذب والغش واتخاذك للصدق منهجا في الكلام وكذلك الجد في العمل منهجا في حياتك وبذلك ستسلم من الخوف من سوء العواقب أعزائنا المشاهدين الكرام لنا مع هذا الموضوع معضلة الكذب مزيد من الحوار والنقاش في عدد لاحق بحول الله إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية هذا العدد وإلى لقاء آخر بحول الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة